يعني ذلك أن الموضوع يتعلق حصراً من الآن وحتى نهاية 25 ونهاية 26 بانتقال تدريجي لقوات التحالف الدولي من العراق إلى العودة إلى بلدانها أو قواعد أخرى في المنطقة لكن ما يتعلق بالعلاقات العراقية الأمريكية ستشهد بالتأكيد انتقالها نحو شراكة اقتصادية شراكة سياسية شراكة تكنولوجية اجتماعية طاقوية بمعنى أدق تنفيذ كامل ودقيق لاتفاق الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في 2008 فطبيعة العلاقة ستذهب نحو التركيز على جوانب أخرى وليس الجانب العسكري فقط لكن الجانب العسكري سيفقى يعني من يقدم صيانة مثلاً لطائرات الـ F-16 اليوم موجود أكثر من 25 خبير ومهندس أمريكي من شركة F-16 يعني الطائرات العملاق للقوة الجوية العراقية بأغراض الصيانة المواد الاحتياطية التدريب يعني كل ما تطير الطيارة طلعة جوية وتنزل مفروض هناك كشف عبر الأجهزة الإلكترونية وغيرها العراق لا يمكن أن يتصرب بهذه الطائرات مما ما امتلك قدرات علمية خصوصاً بالمسائل الإلكترونية وغيرها ممكن بالمستقبل إن شاء الله بالتأكيد وبالتالي أيضاً لا يمكن للجيش العراقي أن يتخلى هناك الدبابات الأمريكية هناك المدافع الأمريكية هناك الطائرات الأمريكية هناك أسلحة لمختلف الصنوف موجودة اليوم في الجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية هي ذات مصادر أمريكية وبريطانية وفرنسية وغربية عموماً ترجمة نانسي قنقر